السلام عليكم حبيبتي كيف تماما كنتم من اربيتكم كامير بخير على خير انتما تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي ان شاء الله جيتم مركا دورش نصوركم فهذا ما توجد سوالتوني اليوم اللي جاءوني اليوم بزفت الاسئلة اكيد ما يكون شي كول شي ولكن مهم نحاول ما امكان نتفكر خطوطنا الحاجة اللي قد تكرر لي بزفت كي يجوني عليها الاسئلة بزف فان شاء الله ها خليكم معي اول حاجة غادي نجيوني انا اتجاه هذا ديال شاب وانا تكريمت مهم برسم الاخوات اللي ادخلوا عندي اجدادين كان نقول لكم مرحبا بكم مرحبا لنوارتوني ولكنت اول مرة كنت تشاهد قناة فما عليكم الا اتشترك معي الا اعجبتكم اكيد محتوى ديالي وقناة ديالي فان شاء الله فيها افادة باذن الله ها مهم الاختي سولدني بزفت ديال المرات على خيل ديال الويذيرا يكون كورو واش كين في مركدنا اكيد كيناء وكيناء يعني هذه مدة طويلة فهذا عام ينفى بانه خيل الويذيرا بورو ومفاشي يعني لا ريحة لا كولور لا احتشي حاجة مفاشي حاجة يعني عادي جيل يعني عادي ما احتشي حاجة اضافات يعني تشي حاجة فهو مزيان انا بديك انا اخدوه اخدوصا من الوصفات الشعار احت الوجاه حكيا من 50 الاورو 95 اون ندهوه وزيد كوكم وكيناء خلطوه وعير بزف ونسبة لأخوات اللي يقول لي اشياء المركد انا مجرمها بنات هذه مدة طويلة انا كان استعملوا الزيد للوز الحلو فهو مزيان والناس اللي يقولون ماشي طابعي وماشي مزيان انا صراحة كان اخدوه وعجبني كان عم نفوشه لي انا وفاشي ملحة يعني دول سيحلو وكان عم نحتف الشعر ديلي في الوصفات فهو اغزال ورائع هتزيد يلوز عيدي واه ما تسقاش تسعفو رد الناس سعفو الوحيد اللي مجارب الحاجة ما الوحيد اللي ما عمره ما جارب الحاجة وكيبقائي هيدارك يسمع لي كيسمعوكي تبقو ما لا انا كن يعني كنعديكم الحاجة لي انا كنستخدمهم انا مكلم لا اشعر ولا تاشي حاجة كنستخدمهم شخصيا وكنحاول ما امكان استخدمهم باش انا بدي قلكم الرأي ديلي الصالح فيه باش منكوش يعني معاكم كدابة فاحت كان اخوض حتى الزيت ديال ازير اللي هو الزيت روميرو بسبانيو اللي هي برو ميرو حتى هو مزيان ابنتنا الشعر غزال نشعر كان عملي بحتى الوصفات نشعري هو صحي كيمنع التساقط كيرطب الشعر كيعته النضارة والقوة فاحتا هو مزيان نشعر بزاف زيت ديال ازير راغاني يعني التعريف حتى هو عملتو في ابليكاسيون الصراحة طلع لي بلي هو طابعي مزيان عيخوضو كيعمل تلصد الاورو وعشرين حتى زيت ديال روسا موسكيتا بمراح راكو تصورتو كيقول بدل اخوض كيدخلو كيقولو ماشي طابعي يعني هي كيكدبو هو طابعي انا عملتو في ابليكاسيون طلع لي بلي هو طابعي ومزي ونعدي واكي من اربعة الاورو وشي حاجة في حالي اجتماعيا فهدو المنتوجات الصراحة اغزالين ومجاربوهم انا شخصيا مشي زيان نقل لكم وصافي مهم غادي نجي وان الاختلي سولدني قلتلي انا ما كان فهم شي مزيان اسبانيولي ايا ما كعفش انقرازها من المنتوجات فاعتيني شي سير كلاحة تنجي على الحالي ثلاثها كيز اجربتها عندما كنت تقولوا الاعداد كم يحت 유ج Berlin مجانات الان تجاعد في نفس الوقت كي يجب دل وجهة يجب دل وجهة خلية MIKE socks متماسك وهي اجاد ثلاثهاكم عن صلاح البشرة التي تكون 전에 تكون مجربتها سلح البشرة يفهم بيتامينا سي يتعطي نظار الوجه لأن البشرة تكون بهتا يعني شاحبة يعطي نظارة للبشرة وفي نص الوقت يعني فهل فيتامينة سي يعني تقدر أي واحد يستعمل يعني تسيرو أما بالنسبة للستعمال تكون ضيفة تخصي البشرة لكي تتخذ الأصل عادي مهم تكون ضيفة وتكون يعني ناشفة كتتعمل جوج مرات في النهار عادي كتتعمل كريمة اللي كتعمله عادة لأن السيرو ضروري كما كتعمله وراه كتعمل كريمة لأن السيرو كتتمص البشرة أكثر من كريمة كما كنعرفو إدراتان تي اللي فيه واحد المادة ديال أثيدو يالورونيوكو كما قنعرفو هاد المادة هادي حمضية اللي كتكون عنا حنا في البشرة ديالنا في الكولاجين يعني إنسان متقدم في العمر كم قنفقدو هاد المادة هادو في البشرة ديالنا باش كي مقوي جوا التجاعد ومبزاف ديال المشاكل فهادو كيساعدو على يعني نحافظو على البشرة ديالنا وصافي فقط نعتنيو بها أكثر وأكثر واستعمل دياله بحال بعطياتهم يعني كنستعملو مجوج مرات في النهار على البشرة تكون نضيفة وناشفة من بعد كنعملو كريمة ديالنا عادية اللي كنعملوها دائما والثمن ديالهم كمني بحالة بعطياتهم بسبعات الأورو كي ماشتمعي كنتمنى يربي تكون الأخت شافت الفيديو واستفتت بإذن الله أمام الأخت اللي كتسولني على شي كريمة تكون يعني النس اللي عندهم فوق أربعين أو خمسين سنة فكان نصحك بهاد الكريمة هادي ديال انتياروغس ديال التجاعد بيليس ماذوراس يعني البشرة اللي كتكون ناضجة يعني بين الأربعين والخمسين وكتسميم اللي فيها مزيانة نحتل المانتشات كتحارب المانتشات وما كتخليش ديال البوقعة السوداء الأولى البنية اللي كتجي في البشرة ويعني أمورات طيبة واستعمال دياله عادي كتعملها يعني في الوجه دياله كتأبليكها في الوجه دياله كتخليها يعني بالنهار عادي نهار كامل تقدر جتعمل حتى نجوج مرات في النهار وكتعمل أربعين الأورو وخمسين فيما احتجتوا البنات كتحشتوا أن البشرة ووجهكم ناشفة عملوها ماشي ضروري يعني دروري تكون يعني واحد مرة أولا جوج فيما حسيتوا أن البشرة ديكم ناشفة بغات كريمة عملوها كريمة ماشي مشكل وهذه كريمة اللي بزاف ديال أخوز ماشي كادرو عليها كنشوف أغلبية كادرو عليها اسبانيول هذي رائع هذي كريمة هذي رائع هذي كريمة هذي البنات وكيسميها كما اشتوا كريمة دراغون يعني هذي شو تحترز أطيب كادرو عليها مع دلم واحد للم مادة سانجريديا الأربول واحد الشجرة في أمازون كتكون فيها كتكون فيها سبحان الله كتكتلق واحد الدم سبحان الله سبحان الله سبحان الله يبقى هود من الدم يسميها دراغون هذيك الدم يخرج من الشجرة سبحان الله يعني يلقاوها بزاف تجاعد يعني لك أنه تجاعد عندك يعني كتحمي البشرة من التجاعد وفيها حماية حماية الشمس فاغي 12 ماشي بزاف حتى كريمة أخرى اللي وريتكم كريمة أسماق لي صورته ولكن يتعالج السيلوليت كما نعرف أن السيلوليت يجب في الفخط يستعملوا وإن شاء الله ونحن يتعالج الزيت وواعر ولي مجربة ليدل الزيت السيلوليت يحسن ومثل الفخطين يبقى فيهم السيلوليت ولمشكلة لديه منضار باشع في الفخطين وكينا وانا قلتك مجربة الزيت السيلوليت فهو واعر ولي كريمة ديال الجسم فهذه كريمة ديال الجسم نظارين البنات كيخليوها الريحة اغفرنا زائد اغفرنا زائد الترطيب وكتبقى مدة طويلة يعني الريحة في الجسم وكتبقى نغيجة الأورو فهذه وعلى الصراحة ودابا نحاول نتفكر دابا غادي نجوين هاد متعادل اخت اللي سولتني كليمة تكون مزيانة ديال اللي كتزول من الجسم كامل فانا ما مجربه هاشي وانا ما مجربه هاشي مظهر وعندها لتستعمل هذه العبادة لتزول شعر ومقاط نقص على الهواء ومقاط المركة 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 وموجود 30 ومقاط نحن الخددرة ومقاط في الغزو ولكن نكلم بنا وكتبت مينورا تستعمل مينوراف رجلك هذا الرشاشة تستعمل جود الأورو ماركة المعروفة في التميدي راكي بقادة إيمان زايد 4.85 8.85 وهذه هي الوجهة بيتامينة سي ويوجهة ممتاز أحسن حاجة للمشكلة الشعر أحسن حلوة وعرة أحسن الصراحة مع المدة لا يبقى الشعر الكبير ثاني أحسن طريقة يتعطل كريمة 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 يسخن حجم برر حجم حجم برر ومشكل برر 50 ومشكل ومشكل حجم ومشكل ومشكل فالتصم ايضا لا تستعمل يجب المحسسة خل مناطق الحساسة يجب المحسسة خل مناطق الحساسة أول حاجة فناء اول حاجة فناء اول حاجة فناء لا تستعملوا مرامي تكون فيها الريقلة مهم سوف نشوفه متأخر سلينا المتاع الكريمات ومتاع الشابوانات وده سوف نشوفه متأخر أختي اللي سولتني بزاف ديال المرس كانت سمينة تشوف فيديو باش تشوف هذه الحاجة اللي سولتني عليها بزاف فهي سولتني عليها شي حاجة ديال نوميداد عندها نوميداد أو الغمولية كتجيها في مريو كتجيها عندها في بيت بنعس بزاف قال لي وما غادي نوريها واحد الحاجة اللي هي تكون كنتمنى تكون زعمالية غادي تكون تحلاد للمشكلة هدا فهد باراتو هدا صراحة واعر أنا سولت عليها بزاف هنا سولت عليها في مركادوناني بالضبط وقالوا شكروه اللي بزاف قال لي هذا اللي واعر زعمالك يصلح تعملوا في أماكي اللي عندك في هالبرودة ولا اللي عندك في هالأوميداد غمولية فهد باراتو فهد حلمة كتمن فيه الماء كيما كتشوفها واحد باستية كبيرة تكون ملوية بواحدة حق وكيتلاقوا في هالليمن فهد الحامض كتعملوا في أي متعة اي تحت الفراش ولا تفوط الماريو ولا في أي متعة عندك في هالأوميداد وصافيو كتخليه كيسوف يعني كيمتص ديك الغمولية صراحة غزال رائع وبحت علاج بارتو بزاف ديال إسبانيول يدرعوا عليه وكيقولوا كيشكره كيقولوا مزيان فهو هذا كين الصغير كين أباراتو صغير وكين أباراتو كبير فهدا بالنسبة للناس اللي عندهم مشكلة ديال أميداد في الدار ولا في المريوس ولا تحت الفروشة فهدا هو الحل السحري كيعمل جوج الأورو عشراتك الصغير واخور كيعمل ثلاثة الأورو وشي حاجة في هالي اجتماعي انا صراحة ما كنت نعرفهم اللي سولتني بحث عليا في الانترنت وحتى ما جيت الميركاد ونسولت عليا ويعني وعرفوني بها صراحة انا ما كنت نعرف يعني المتع دياله هو يعني المكان دياله فهو هنا باقي ان شاء الله بزاف الحاجة سنعرفكم هنا انا كنعرفهم يعني وبغيستان نشارك معاكم بزاف ديال الحاجات اللي نقدرون يعني نستخدمهم في البيت ديالنا او الكوزينة او مهم يعني يمزيوني بزاف ان شاء الله حتى مرة اخرى بإذن الله لانه يمكنني صور كل شيء بشي ماشي فيديو طويل عمومي وصلاف ايضا بجبرتوني خروجت وغادي بغيت ان متسمشة اما بالنسبة الفيديو اللي كنت مرحل اخذتكم اغادي نعمل معاكم الحاجات اللي كنشاري وميركادونا باش كن نكون مغيت نقاص في الوزن كنشري بعض الحاجات من ميركادونا باش كي ساعدني في الانقاص الوزن ان شاء الله حتى بفيديو اخر ان شاء الله ونعمل معاكم الحاجات اللي كنت ديهم وغادي يعني كان ديهم اللي كنستخدموهم في الانقاص الوزن فهنا ده بغادي نتمشة شوية قبل ما نتمشة وحاق درول عبرة تمشة يعني مشي ذاك الشيات بتعتمدوا اللي هسا فيها ذاك عيم كمكملة يعني تم كتعملوا نظام غدائي معات اللي كتمشاو مهم ان يوحدين دا ديال تشينوس غادي نمشي نشري ما عندهم خلاي او الباري ديال فولر كي ديعوا لي واخوة كنشري كي ديعوا لي غادي نديهم من عندهم كل ما يشدوا من بعدها نمشي نتمشة شويش ومن بعدها نمشي نضطر ان شاء الله كنتماني اعجبكم هذا الفيديو يكون الخفيف ضريف عليكم اي حاجة بغيتوا سأولوني مرحبو بيكم والف مرحبا السلام عليكم كان حماق عليكم شكرا